مصطورة عبارة عن إيه جماعة؟ مصطورة هو عبارة عن قرد متناهي الصغر بدأ في تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحي مصر بمبلغ 250 مليون جنيه وموجه للمرأة اللي عايزة تعمل مشروعات صغيرة كده على قده طيب خلينا نقول إن قرد مصطور ده بيبدأ من 4000 جنيه لغاية 20 ألف جنيه والحياة بتنفذ من خلال لجان الزكاء التابعة لبنك ناصر الاجتماعي طيب سن المرأة اللي بتستفاد من القرد ده بيبدأ من 21 سنة لحد 60 سنة طبعا حاجة مقترمة فعلا جدا لإن من الصغير لغاية الكبير مدة سداد القرد ده أو قرد مصطورة 24 شهر أهم حاجة هو بيستهدف كمان المناطق النقية زي مثلا السعيد حلايب وشلاتين وبيستهدف كمان الفئات الأولى بالرعاية عايزة أقول لكم طبعا جهد محترم جدا جهد مشكور والحقيقة وأكيد طبعا قرد مصطورة ده هيفيد ستات كتير قوي ويمكن كان ده هدف الدكتورة غادة والي وزيرت التضامن الاجتماعي إن هو يوصل لأكبر قدر من السيدات سواء بقى من المرأة المطلقة سواء أو مرأة جزها متوفي يعني حاجة محترمة جدا كان يمكن لما قلنا المناطق النقية كنا بنقصد بيها السعيد حلايب وشلاتين وعايز أقول لكم إن هيبقى فيه كمان تسهيل في الإجراءات في الموضوع ده عند حلايب وشلاتين أو المناطق النقية أو السعيد يعني زي ما بنقول وهيبقى فيه طبعا هنحاول نجيب حد هنا معانا من وزارة التضامن الاجتماعي نتكلم عن الموضوع ده بشكل أكتر لأن حاجة كويسة جدا السك اللي عادة في البيت يا شيرين بتبقى ما عندهاش دخل أو مثلا جزها متوفي ومش عارفة تعمل إيه فدي حاجة هتساعدها نزامت مشروع مشروع بسيط كمان على قدها هي لو تعريمها كمان محدود فبالتالي دي هتكون حاجة مفيدة لها إن هي ممكن يبقى عندها مهنة بسيطة أو حلفة تقدر تستغلها في المشروع ده بالضبط عايز أقول لكم هيبقى فيه ممكن تعمليه مشروع في البيت مشروع كبير حاجات تجارية حاجات صناعية حاجات منزلية فدي حاجة كويسة جدا وبنوعاتكم إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون معانا حد نتكلم بشكل تفصيلي أكتر